أعزاء المستمعين ما زلنا نعيش مع عناصر الدرس الرابع من دروس مادة البحث والمصادر الدرس الرابع وعنوانه منهج البحث أو موضوع البحث وخطة البحث وعناصرها العنصر الذي يجب الوقوف عليه هو الوسائل التي تعين الباحث على اختيار بحثه هذه الوسائل يأتي في مقدمتها الخبرة العلمية التي لا بد أن يكون الباحث على درجة عالية منها فيلجأ إلى أهل الاختصاص والخبرة ثانياً القراءة الكثيفة في مجال الإنجاز ثالثاً الاطلاع على محاضر الندوات التي تعقد في مجال اختصاص فقد توصي تلك الندوات بدراسة بعض المواضيع التي تراها غير مستكملة فيأتي الباحث فيستكملها في بحثه كذلك من بين تلك الوسائل سؤال الأساتذة في مجال الاختصاص وأيضاً سؤال بعض الإداريين من قضاة ومدراء وأئمة عن العقبات التي تعترضهم في مجال اختصاصاتهم فقد يكون فيها مشكلة قابلة للدراسة والبحث أيضاً قراءة الفهارس والعناوين التي تكون لهذه الرسائل والأبحاث الجمعية في المكتبات كما تحدثنا عنها سلفاً أيضاً الاطلاع على نتائج الرسائل العلمية وتوصياتها وبعد أن وقفنا على الوسائل لابد أن نقف على العناوين كيف يختار الباحث عنوانه بدقة وما الفروق بين عناوين الأبحاث أما عنوان البحث فإذا وقع الطالب أو الباحث على موضوع معين أو مشكلة ما فعليه عند بحثها وفحصها أن يختار عنواناً مناسباً لذلك البحث أيضاً أن يكون العنوان مشوقاً للقارئ حتى يدفعه ذلك دفعاً إلى قراءته بنهم ليعود في النهاية بنتائج مرجوة وإليك عزيز الطالب بعض تلك الملاحظات على عنوان الأبحاث لا تحرص أيها الباحث على العناوين الكبيرة مثل أحكام العبادات أحكام البيوع أحكام الربع وما شابه ذلك لماذا؟ لأن هذه العناوين الكبيرة لها سلبيات كثيرة في مقدمتها أنك أيها الباحث قد لا تستطيع الإحاط بالموضوع كله ثانياً أنك غالباً لن تأتي بجديد لأنك استنزفت جهدك في البحث عن العموميات دون أن تتطرق إلى التفريعات التي يحتاج إليها البحث أيضاً قد تحتاج إلى تقيد الموضوع بعد إطلاعك على ساعة جوانبه وكثرة تشعبه وعندئذ تكون قد أضعط الموضوع على غيرك من الباحثين أيضاً قد تتهم بالتضليل لأنك وسعت العنوان الظاهري ثم حددته في الداخل وهذا ليس متناسقاً مع قواعد البحث أيضاً هذه أمثلة على دقة العنوان وتحديد موضوعه هناك فرق بين بحث بعنوان الأوزاعي فقيها وبحث آخر بعنوان فقه الأوزاعي فالعنوان الأول يركز الباحث فيه على دراسة شخصية الأوزاعي ونشأته ثم يعرج سريعاً على شيء من فقه الأوزاعي بينما العنوان الثاني وهو فقه الأوزاعي يهتم بالفقه بآراء الأوزاعي ثم يعرج على شخصية الأوزاعي في عجالة فالثاني أدق في إبراز فقه الشافعي الأوزاعي أيضاً هناك فرق بين بحث بعنوان فقه أبي حنيفة في القصاص وبحث آخر بعنوان فقه أبي حنيفة فالعنوان الثاني عام يصعب الإحاطة به لذلك سيكون الكلام فيه عاماً مهمشاً مرهلاً ويكون البحث عديم الفائدة أو قليل الفائدة بينما العنوان الأول محدد واضح بموضوع واحد وهو القصاص في فقه أبي حنيفة وأخيراً هناك فرق بين بحث في الحديث بعنوان مرويات فلان في البيوع أو مرويات فلان في المعاملات أو مرويات فلان في التفسير إلى غير ذلك هذا النوع من العنوين هو أدق في الحقيقة من عنوان آخر بعنوان مرويات فلان لماذا؟ الأول واسع كبير والثاني واسع كبير والأول محدد والأول أدق في التعبير من الثاني وهكذا نكون قد وقفنا على عنوان الموضوعات وكيفية اختيارها ونواصل الحديث في الشرائح التالية حول منهج البحث العلمي ترجمة نانسي قنقر